اخواتي مرحبا بكم في قصة جديدة القصة هذا النهار هادا هي دير واحدة السيدة عايشة بوحدها وعمور جا عندها شي واحد لدقة لا شي واحد إلا واحد النهار مع طنش ديال الليل واحد الليلة فيها البرد وفيها كده مع طنش ديال الليل كتسمع الدقان ودقان بالجهد يعني دقان ديال الصح وما بغش تحل حخافة واش هادا جن واش بنادم واش إنس واش عايشة قنديشة واش كونها دلها يتوقف هذه الليل ما نحلش طال الصباح صباح الحال وكده وفتحت الباب تشوف اسمو كاين فوقعت له واحد الشيء رهيب الليلة يلا من الحمد رسول الله فأعطي هنا يجب ونعرفوا على هذه القصة هذه هذه القصة هذه في بولمان بني 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 ب وعندما تعلم بلغة العربية نقولها هذه الميدفاقة التي تعمل بالحطب و تتسخم الدار و تعمل بالحطب في ذلك الكوخ واحد من النهار يعني مراجعة عندها شيء واحد لماذا سكنها بوحدة؟ لأنها كانت مزوجة بوحدة الرجل والذلك الرجل مات كان عنده لانتريت و مات و دفعت الطلاب و يقول لانتريت و يأتي عندها هي و عندها واحد الولد في فرنسا يعمل على رأسهم بزوجه و نمت لها الرجل و الولدها و تعمل الفرنسا و يلقي بين الجانب و مند ما كان يحضر الحطب مع المغربو ألا كانت جدًا من هذا الوت من السافئي و تحمل الحطب في الميدفاقة و تصمت مرة و تخرج على الميدفاقة و تصل 11 الولار و تسمع الدقان في الباب و قبل أن تسمع الدقان وقبل أن تسمع الدقان أحد الأمر شاهدت شئي اعتقد عدم الصدر و جعلت شئي اعتقدت اعتقدة جعلت العقد وقالت ودي الله ما يمكن غير أن ينتخيل فاتت عليها واحد شوية هي كنت مع الضقان في الباب الضقان ديال بصحينا الضقان بالجهد وكذا خافت بقات بشن الله عمر رحيم ديالب مش تراجيب لأنها علاش خافت لأن عمور جا عندها شي واحدة عمور شوية تسول فيها أو لشوية كذا فاتت نوات وخافت وبقات تقرأ قرآن قلت وش هذا جن وش بنادم وش كون هذا اللجات وقاليفة للوش فار وش قاتت تقرأ قرآن وخايفة هذا الدقان قد يضق من او لحظة القرآن سفي ضقائق أو الحبس وهي بقات فايقة الليل كامل لم تقرأ بالخوف لم تقرأ بالخوف ولا تقرأ بالخوف وهو النار ارتفعت هذا الهطب يتكلم والضار والبرودة خافت أن تجد الهطب في الهولة وبرده لإرسال الفقر لم تقرأ بالمعنى الصباح أعلى من الصباح الحال واختشت تشمس ذلك الليلة كانت فيها تلج الصباح الليلة لكي ترى الاسموكاين لدي خطوات هذا الشيء الذي وطفت الاجتماعي كان يدق على هذا الشيء وكان يدقه واطي في الآثار وليس شيء لذلك البيت الذي قدس فيه الحطب كانت تبع الخطوات وذلك الجرة كانت تبعها وكانت تبعها لذلك البيت الذي فيه الحطب دفعت الباب الحطب هو ما يتبلعش بالسالة وغاية يتردد ذلك الباب دفعت ذلك الباب وكانت تلقى واحد سيد ناعة السمه مغطي بالكاشة ما يبانش تخلعت وانا كنا نعطاها ربي واحد القوة وكانت تظهرها ومعرفت ما عليها تنظرها ترى تنظرة الدخول ما يقول في الدب هذا السيد ويضرب داخل حياتها ومن الدخول سيعيد الكاشة الغدية مرة وهو حسابها مرة مرة سيعيد الكاشة ما لديك والدار مرة 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 يقر مات يعني كانت فائت كما نقول كما نقول فائت وان في و قلت لها أحبت لها و قلت لها أنت تضق عليه في ليه أسفة لها أخرى و أريد أن أغفر تبع تلك الأيام كالكامل و قلت لها أخي نوضي جاب الكاشا معها و دخلتها مع الدار ضربتها البيضات القلادة حمرتها تاية و الخبز وكلتها بزيان و كانوا قاعدين في الطابلة و يأكلوا و يأكلوا و يحضروا قلت لها أنت أنت لها أسميه راشيدة من أنت موجدة عملي جابك الهناية البولمان و انت موجدة قلت لها أنت لها أقرر الفاس أنا معلمة الفاس كانت الموجدة ومعلمة في ايه مجدد تقف Fried On لم أريد أن أعطيها المخير أريد أن تشارك تكلفت الله أمر من لا يمكن أن في هذه الحقيقة وعلا أنه لا يمكن أن تلاتي ودع أنه مجدد ومعلمة في مجدد وفي ايه مجدد لا يمكن أن تخبره سأخبره أريد أن أضع لي لا أتخبره أريد أن أخبره كل شيء أريد أن أتخبره بحث أنه يزاره في قريب حتي في حاجة إيه وليساعة موجدة قلت له واحد ضار كاريه هاتمه وهو تدخل عليها قلت له اسمع الدقان و قلت له نحل دخل عليها راجل اللي مطلق اكتو مطلق واحد الراجل بحالة مطلقينه ناوية قلت له و جاء دخل منين حالة الباب تشوف شكون دفع عليها الباب و دخل و بقى يهرس في المواعن و كده و فين قلت نقول له من اللي كان قلت له ديراني مبقيتش مرة اكتراني و طلقت كديش حال قلت يزيد ايشخد يزيد يكره و بقى يهرس في ذلك المواعن و يضرب و كده و يسب و شد و شد واحد الموس يجبد واحد الموس ليس شده في اللور و قلت لك على ما تشبكش الموس ولكن منين قطكت كله لم يبقيتش مرتك يجبد واحد الموس و يجايل عندها و حكا نسكران و كده و يسب و يربب و كده يعتر و يطيح طيح على ذاك الموس و هي تشوف ذاك الدم و ذاك العجب تهز باريزتها و تهز واحد الكاشا وتمشي للمحطة ديال الكيران الركب الأول الذي ستحرك و الموس و التحرك من الموس و هو فيها ماجهة نفسي أن يستحرك وأنت أتوقف الأمو في المحطة التخلق كما كان مهمة أغلب الأمو فيها و أعطيت كيالك آخر في المحطة التقريقية كان هذه الخلق في المحطة كان موسيقى تخيل المحطة و تماما و تقلس خلق السبب لقد قمت بسيطة على عيام ولم يريد أن تحلها لم يكن أعرفها كيف مرأة أو رجل لقد قمت بسيطة المهمة لقد قمت بسيطة على كل الناس لتحلها لقد قمت بسيطة بحلول الدفعات ودخلت ورقة التممى قلت له هذا الشيء الذي يكون قلت له قد نساعدك سيدي جيني من اللفاميرا بوليسي وهذه السيدة كبيرة في العمر السيدة المرادة لديها 60 عام قلت له قد لدي سيدي من اللفاميرا بوليسي هو الذي نعيطه ويقدر بهذا الشيء لقد قمت بسيطة قلت له أنه لم يضربته ويصبح لديه الموس وقلت له موس الذي سيضربه وقلت له قد تحلق تحلق التحلق لديه قلت له قد نساعدك كيف نساعدك ويقال لديه مجموعة ونظره بسيطة 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 الماكنة ويجب دل الموضوع قد نساعدك اصلاعدك أموص اموص ولا احد مالا اموص ولذلك قال ان احدا انalled على кто اس لابت الصباح رأيت برقيى ان يتم ان يغطى ان اعطى فيه واحد يغطى معا اموص ولا او HE حالك ولا اضربوا شي واحد و كده وصلوا لخبار ذلك البوليسي وانتظروا للكوميسارية لإحكار المشكلة لتعلموا لتعلموا وchlagونه الذين فعلا انى شهود قالوا ان يغطي هذا السيد لن يقضي كم يدرب داخل مراته وورحت ان يتعدى على ذلك السيدة و يمشون المحكامة بحثوه في التوصي و كده لقوها مطلقها في المحكامة يعني مدارة الأول وهي وهو الراسه جاي يضربها بالموس و طعه على ذاك الموس و مماتش الموس كيلا مماتش بقى حي و الدوه الموس بسعجالات و بستوستين كشفه بشعاش يعني كان بغي يموت لأنه مشهل بزاف الدم فهذه هي القصة دينا و أخير حاجة بغيت نقول لكم هي ما تنسوش تدخلوا صفحة دي الأخ ديالي اللي هي مغربي في أوروبا و تحياتي لكم و نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد تحياتي